ألا ليت ريعان الشباب جديد هذه من روائع الشعر العربي ودهرا تولى يا بثين يعود وتحسب نسوان من الجهل أنني إذا جئت إياهن كنت أريد وأقسم طرفي بينهن فيستوي وفي الصدر بون بينهن بعيد ألا ليت شعري هل أبيتنا ليلة بوادي القرى إني إذا لسعيد وإن قلت ردي بعض عقلي أعش به تولت وقالت ذاك منك بعيد وقد تجمع الأشتاة بعد تفرق وقد تدرك الحاجات وهي بعيد يقولون جاهد يا جميل بغزوة وأي جهد غيرهن أريد لكل حديث بينهن بشاشة وكل قتيل عندهن شهيد الله ولو تكشف الأحشاء صودف تحتها لبثنة حب طارف وتليد يا أبو ولو تكشف الأحشاء صودف تحتها لبثنة حب طارف وتليد نزار استخدم هذه الصورة يموت الهوى مني إذا ما لقيتها ويحيى إذا فارقتها فيعود هي بدأ علم نفس وكأنه يريد بعدا حتى تظل الذكرى مشتعلة مشتعلة لذلك أسوق لك هذه القصة البسيطة قبل القصة يا دكتور يموت الهوى مني إذا ما لقيتها ويحيى إذا إذا فارقتها فيعود والله هذه تحتاج إلى دراسة هذا البيت يعني أنا ظاهر البيت أفهمه بأنني إذا التقيت بها ثمت شيء في داخلي ما يسمى الحب أو الهوى يغفو فإذا غادرتني يعود فيستيقظ نعم مع أنه ربما هذا ما يريده أهل الشام يقولون اللي بعيد عن العين بعيد عن القلب هيك يعني القاف شوف القاف أحلاه عن القلب تحس القلب أرق من القلب البيت حكسه ذلك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر